أنسب وقت لحجز التذاكر هو قبل موعد رحلتك بشهرين إلى ثلاثة أشهر هذا إذا كنت أنت عارف متى راح تسافر السبب طبعا لأنه الشركات الطيران بشكل عام طبعا تكلم بها بشكل عام عشان لاحد يجي يقول لا أنت غلطان بشكل عام مثال الطيران فيها مئة مقعد يحددوا أول عشرين حجز أو أول خمسة عشر حجز بسعر مخفض بعد كده يزيد السعر لثاني عشرين ثلاثين حجز بعدين يزيد السعر وهكذا إلى أن تمتلع الطائرة طبعا لما كل ما قربت مدة رحلتك كل ما كان فيه ستاندر برايس للتذكرة هذا في حالة كنت تبخطط متى أسافر وأخذ سعر كويس يعني عامل حسابك في شهرين ثلاثة أشهر قبل فترة تاريخ رحلتك عشان تاخد أفضل حجز أفضل سعر ولكن نقول أنك أنت يعني تبغى تخطط بس تبغى تكلفة قليلة يعني في الشتاء في رحلات الشتاء والأوقات اللي ما فيها أعياد أو إجازات أسعار التذاكر تكون جدا منخفضة والسفر لأي مكان دائما الشركات يعملوا العروض في هذه الفترات تعتبر الفترة الميتة السيزون اللي ما فيه له رحلات الرحلات تطلع ركابها قليل جدا فيفضلوا أنه في هذه الفترات نعمل عروض أحيانا العروض تكون شاملة فنادق أحيانا تكون أسعار تذاكر مخفضة أحيانا يسوي لك بقريد فعلى حسب العرض المقدم من الشركة المشغلة لذلك إذا أنت من تخطط على سفر فتقدر يا أنك تسافر في فترة الشتاء أو إذا أنت بتسافر في الصيف فقبل الرحلة أتليست بثلاثة أشهر تكون حاجز تذاكرك وبناء على الحاجز حق التذاكر تسوي إجازتك في العمل وشي مهم جدا لا تقعد تبحث عن التذاكر مرة واثنين وثلاثة وأربعة خمسة في الإي بي آدرس حق جوالك أو اللابتوب في البيت أو في العمل حاول تستخدم جهاز آخر جدا منفصل لأي شخص آخر قل له بالله سوي لي سيرش من عندك على مثلا رحلات القاهرة رحلات دبي أبغى أشوف كم الأسعار بعد شهر بعد بكرة بعد بكرة لأنه مجرد ما الآي بي آدرس حقك يترصد أنه بدأ يبحث عن رحلات إلى دبي مثلا راح يسجل أسعار التذاكر ويعرف أنه أنت حريص أنك تسافر فيرتفع فلذلك البعض يصادف النقطة هذه يدخل اليوم يلقى سعر التذكرة بخمسمية يدخل بكرة لقاه بستمائة ريال زادت في يوم طبعا هو ما زادت في يوم هو بس رصد أنه أنت تسافر فرفع عليك السعر النقطة الثانية المهمة جدا احرصوا من المواقع التي تحجز لكم التذاكر فيه مواقع كثيرة يديك البعض يعطيك السعر الأساسي بدون ما يعطيك المترتبات عليه توصل للنهاية تلقى السعر جدا عالي في هذه الأيام أنصحكم بالسفر مع شركات مباشرة الحجز عن طريق